بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أسعد الله أيامنا وأيامكم بذكرى ميلادي كريم أهل البيت الإمام الحسن المشتبى عليه السلام رزقنا الله وإياكم زيارته في الدنيا والفوز بشفاعته في الآخرة للإمام الحسن مقام معلوم وأفضلية على سائر لأمة إلا جده النبي صلى الله عليه وآله وأبيه أمير المؤمنين وإلا مقارنة بغيره من الأمة عليه السلام هو أفضل الأمة من بعد جده ومن بعد أبيه وهذا يدل على المقام العالي للإمام الحسن المشتبى سلام الله عليه ولمكانته عند الله سبحانه وتعالى لاحظوا بداية الله سبحانه وتعالى عندما خلق الخلق فضل الخمس أصحاب الكساء على جميع الخلق حتى على باقي الأئمة عليهم السلام هؤلاء الخمسة الأطهار هم أفضل خلق الله سبحانه وتعالى لذلك في حديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال وذلك أن أصحاب الكساء الذين كانوا أكرم الخلق على الله تعالى كانوا خمسة هؤلاء هم أفضل خلق الله سبحانه وتعالى مقارنة بالأنبياء مقارنة بالأولياء مقارنة بالأمة بكل الخلق هؤلاء الخمسة كانوا أفضل الناس ومن هؤلاء الخمسة كان الإمام الحسن المشتبى سلام الله عليه متميزا بعد جده النبي صلى الله عليه وآله وبعد أبيه وبعد أمه الزهراء سلام الله عليه لاحظوا هنا في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول وأما الحسين فإنه مني وهو ابني وولدي وخير الخلق بعد أخيه أشار أيضا هنا رسول الله صلى الله عليه وآله بأفضلية الإمام الحسن سلام الله عليه على الإمام الحسين كذلك الإمام الحسين سلام الله عليه أشار إلى هذه الحقيقة في ليلة عاشوراء عندما أراد أن يهدئ السيدة زينب سلام الله عليها وأن يواسيها وأن يعزيها بهذا المصاب الذي سيجري عليه في يوم عاشوراء أشار إليها إلى هذه الحقيقة وقال لها جدي خير مني وأبي خير مني وأمي خير مني وأخي خير مني ولي ولكل مسلم برسول الله صلى الله عليه وآله أسوة فهنا أيضا الإمام الحسين سلام الله عليه في ليلة عاشوراء أراد أن يعزي السيدة زينب سلام الله عليها وأن يواسيها وأن يسليها وفبين لها بأنه الأشخاص الذين كانوا خيرا مني وهم جدي وأبي وأمي وأخي هم أيضا استشهدوا ومضوا على هذا الطريق فأنا أيضا ماض على هذا الطريق الذي هم سلكوه قبلي من الأمور الأخرى وهذه من الأمور الثابتة عند جميع المسلمين حديث رسول الله صلى الله عليه وآله الذي يقول الحسن والحسين سيداء شباب أهل الجنة هذه إشارة واضحة من رسول الله صلى الله عليه وآله على أفضلية الإمام الحسن وعلى أفضلية الإمام الحسين طبعا بغض النظر عن مقارنتهم بجدهم وبأبيهم لأنه قلنا بأنه رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة زهراء عليه السلام هم أفضل منهم ولكن ما عدا ذلك هم سيداء شباب أهل الجنة كل من يدخل الجنة كل من يكون من أهل الجنة الحسن والحسين عليه السلام هما سيدان له ونحن نعلم بأن الجنة تضم جميع الأنبياء من آدم إلى خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وكذلك تضم جميع الأوصياء تضم جميع الصالحين تضم جميع أصحاب الأمة أصحاب الأنبياء السابقين فبالتالي إذا كان الحسن والحسين سلام الله عليهم هم سيداء شباب أهل الجنة هذا يعني أنهم سادة الخلق كذلك من الأمور الأخرى التي وردت في هذا المجال هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وكانت فيها إشارة واضحة إلى هذا الأمر وإلى هذه الحقيقة حيث قال الحسن والحسين خير أهل الأرض بعدي وبعد أبيهما باستثناء رسول الله صلى الله عليه وآله وباستثناء أمير المؤمنين وباستثناء فاطمة الزهراء عليه السلام الذي ورد فيها أدلة وروايات أخرى تجعلها أفضل من الحسن والحسين أفضل الخلق وأفضل من خلقه الله سبحانه وتعالى هم الحسن وثم يأتي بعد ذلك الإمام الحسين سلام الله عليه في رواية أخرى أيضا أنه أحد الأشخاص سأل الإمام الصادق سلام الله عليه قال له الحسن أفضل أم الحسين هذه رواية صريحة في هذا المجال ونحن نعلم بأنه الأفضلية عند الله سبحانه وتعالى هي تعني الأفضلية بالرتب بالمقامات وأن لا هم كلهم نور واحد هم كلهم أئمة هم كلهم معصومون هم كلهم حجة على الخلق ولكن الأفضلية من حيث المقامات عند الله سبحانه وتعالى فقال الإمام الصادق سلام الله عليه الحسن أفضل من الحسين أجابه بصراحة بهذا المجال بأن مقام الإمام الحسن سلام الله عليه هو أفضل من مقام أخيه الإمام الحسين سلام الله عليه فسأله هذا الشخص قال له فكيف صارت الإمام من بعد الحسين في عقبه دون ولد الحسن لماذا إذا كان الإمام الحسن سلام الله عليه أفضل فلماذا الإمام استمرت في عقب الحسين سلام الله عليه لماذا لم يجعلها الله سبحانه وتعالى في عقب الإمام الحسن سلام الله عليه الإمام الصادق أجابه بجواب وهذه إحدى الأسباب التي جعلت الإمام في ولد الحسين ولكن هناك أسباب أخرى أيضا لا يمكننا التطرق إليها بسبب ضيق الوقت الذي نمر به قال له الإمام الصادق سلام الله عليه إن الله تبارك وتعالى أحب أن يجعل سنة موسى وهارون جارية في الحسن والحسين عليهما السلام ألا ترى أنهما كانا شريكين في النبوة كما كان الحسن والحسين شريكين في الإمامة موسى وهارون أيضا كانوا أخوين وكانوا أنبياء كذلك الله سبحانه وتعالى جعل هذه السنة جارية في الحسن والحسين جعلهم أخوين وجعل بدل النبوة جعل فيهم الإمامة وإن الله عز وجل جعل النبوة في ولد هارون ولم يجعلها في ولد موسى وإن كان موسى أفضل من هارون الله سبحانه وتعالى جرى وقدر لحكمة إلهية بأن تكون عقب النبوة واستمرار النبوة في عقب هارون في ولد هارون ولم يجعلها في ولد موسى مع أن مقام موسى أفضل عند الله سبحانه وتعالى من مقام هارون قلت فهل يكونان إمامان في وقت واحد هم عاشا في وقت واحد فهل أنهما كانا إمامين معا قال لا إلا أن يكون أحدهما صامتا مأموما لصاحبه وهو كما فعل الإمام الحسين في فترة إمامة الحسن لم يظهر أي دور للإمامة والخلافة للإمام الحسين كان مأموما للإمام الحسن كان الإمام الحسن هو إماما للحسين سلام الله عليه والآخر ناطقا إماما لصاحبه وهو كما كان الإمام الحسن كان إماما للحسين فأما أن يكونان إمامين ناطقين في وقت واحد فلا لا يمكن أن يجتمع إمامين في وقت واحد يجب أن يكون أحدهما ناطقا وهو كما كان الحسن وأحدهما صامتا كما كان الحسين سلام الله عليه الذي أصبح ناطقا بعد شهادة أخيه الحسين سلام الله عليه قلت فهل تكون الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين عليه السلام هل ممكن أن نرى أن يكون هناك إمامان أخوين قال لا إنما هي جارية في عقب الحسين عليه السلام كما قال الله عز وجل وجعلها كلمة باقية في عقبه فهذه من الخصوصيات التي امتاز بها الإمام الحسن وامتاز بها الإمام الحسين أن الله سبحانه وتعالى الأخوان الوحيدان الذين جرت فيهم الإمامة كان هم الحسن والحسين سلام الله عليه ما بعد ذلك أصبحت الإمامة تنقل من الوالد إلى الولد جعلنا الله وإياكم من العارفين بحرمة الإمام الحسن سلام الله عليه وأخيه الحسين سلام الله عليه في الدنيا ومن الفائزين بشفاعتهما في الآخرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر